اشتركوا في القناة راح اتكلم عنه ورح افصل فيه واذكر جميع المعلومات عنه وطبعا روكستار باغتونا بتحديث جديد وباغتة قوية جدا جدا ومحد يعني يتكلم عنه او سرب عنه اي شي على طول قالولنا ترى تحديث راح ينزل في اليوم المعين طبعا اعلنوا عن التحديث يوم الاثنين السابق ويوم الثلاثة على طول نزلنا التحديث اما خلونا حتى نتنفس ونرتب اوراقنا على طول نزلولنا تحديث طيب الصالح انت ليش ما تصير تنزل انا صراحة كلكم تعرفون انه هذه الفترة اختبارات واجواء اختبارات فما حبيت اني اكون سبب انه واحد يتفرج مقطعي ويعني تقل درجاته الى اخره فما راح اننزل بشكل يومي كالسابق يعني لكن راح اننزل بشكل اقل من السابق لكن اثقوا تماما انه اي شي جديد سواء عن قراند او ردد راح اتكلم عنه يا اصحابي والله يوفقكم ان شاء الله في الاختبارات وتجيبون نسبة زي الله بان شاء الله تسعة وتسعين وانت طالع ان شاء الله والله يوفقكم يا اصحابي فيلا نخش في المقطع طبعا الخص لكم التحديث بكل بساطة التحديث نزل يوم الثلاثاء اللي فات وحجم التحديث كان اربع قيقة تقريبا وهرجة التحديث هو ما هو تحديث بزنس ما هو زي الشركة ولا هو زي البانكر ولا هو زي الهانقر وله زي اللي هو البايكر DLC مختلف جدا هذا التحديث هو عبارة عن تحديث قتال تحديث مضاربات جلد في جلد حلو التحديث عبارة عن أطوار مختلفة عبارة عن أطوار BVB أو Player Faces Player أو أشخاص يتحاربون ضد بعضهم بسيارات خارقة سيارات ذات قدرات خارقة يعني سيارات معاها صواريخ سيارات معاها سكاكين سيارات مغطة بالسكاكين بشكل كامل سيارة حديدية سيارة مصفحة سيارة فيها صدام بسكاكين أو فؤوس يعني تلخيص التحديث أنه مهمات أو أطوار BVB أشخاص تحاربون ضد بعضهم بسيارات خارقة وقدرات خاصة هذا هو هرجة التحديث بشكل عام طبعا هذه المهمات أنت تقدر تلعبها حتى لو ما كان عندك المبنى الجديد طبعا هذه المهمات تقدر تلعبها عن طريق هو الـ Online Option أو عن طريق الماب أو عن طريق هو الجوال هذه الثلاثة الطرق التي راح تدخلك للمهمات الجديدة طبعا روكستار كالعادة أضافوا مبنى جديد خاص بالتحديث وأيضا أضافوا موقع جديد في الجوال خاص بهذا التحديث طبعا راح ترفع الجوال بعد ما ترفع للجوال راح تحصل هذا الموقع اسمه اللي هو Arena War راح تخش عليه بعد ما تخش عليه راح تظهر لك ثلاثة أيقونات الأيقونات الأولى عشان تشتري المبنى والأيقونات الثانية عشان تشتري سيارات أنت تعدلها بتعديلك الخاص والأيقونات الثالثة راح تكون أنك تشتري سيارات معدلة جاهزة ورح يكون أسعارها غالية هذه الثلاثة خيارات الموجودة في هذا الموقع ورح نبدأ نفصل في كل واحدة الآن طبعا أول أيقونا أو أول خيار راح تخشها إذا كنت تشتري المبنى الجديد ومن هنا تشتري المبنى الجديد طبعا المبنى الجديد إذا كنت تبغى بجميع التعديلات راح يكون تقريبا سعره ثلاثة مليون وسبعمائة ألف وإذا كنت تبغى بدون أي تعديلات راح يكلفك تقريبا مليون دولار فقط طبعا التعديلات كعادة روكستار تعديلات على الستايل تعديلات على الديكور إيش الكانبال المعينة إيش اللمبات المعينة بعضها رح يكون تعديلات على شكل المبنى لعل أحد أهم التعديلات اللي ممكن تضيفها اللي هو الكراج فلور رح يكون عندك كراجين تقدر تضيفها كل كراج رح يكون سعره تقريبا 500 ألف دولار طبعا المبنى الجديد لما تشتريه بمليون دولار أوتوماتيكيا رح يجيك بعشر أماكن للسيارات أو رح يجيك بكراج واحد فإنت رح تدفع له 500 ألف 500 ألف عشان يضيف لك كراجات إضافية ورح يكون عندك 30 مكان تقريبا للسيارات حقك طبعا الخيار الثاني المهم جدا واللي لازم تضيفه له خيار الميكانيكي أو خيار الميكانيك طبعا عشان تضيف خيار الميكانيك رح يكلفك تقريبا 300 ألف دولار فهذا الخيار جدا جدا مهم ولازم تأخذه عشان هو اللي رح يعدلك الأشياء حقك رح يعدلك السيارات ورح يخليها حربية ورح يخليها مصفحة وبيها سكاكين وكذا فالشخص اللي رح يعدلك سياراتك في المبنى رح يكون الميكانيكي والميكانيكي رح يكون سعره تقريبا 300 دولار طبعا لما تروح للمبنى الجديد حقك وتحديدا رح يكون اللي هو ملعب الميزبانك أرينا رح تتوجه هناك وتخش رح تجيك هذه الشخصية وهذه الحرمة ورح تعرفك على التحديث ورح تعرفك للمبنى كالعادة بعدها رح يجيك هذه الشخصية أو هذا الشخص وهذا الشخص هو المسؤول عن هذا التحديث أو المسؤول عن الميزبانك أرينا ورح يعرفك بالمنطقة بعدها على طول رح يدخلك على سباق ميزبانك أرينا أو أحد المهمات الجديدة القتالية الحربية ورح يخليك تجربها بعد ما تجربها وتخلصها رح يرجعك مرة أخرى لمكانك ورح يعلمك وزي كذا وكذا رح تنهي انتال هو توتوريال الميز بانك أرينا أو التحديث الجديد نرجع للموقع مرة ثانية والخيار الثاني أو الأيقونة الثانية رح تكون هي عبارة عن سيارات عادية والميكانيكي اللي في المبنى يحول لك إياها لسيارات حربية أو سيارات وحشية أو سيارات هذا التحديث طبعا لما تشتري أحد هذه السيارات وتروح للميكانيكي اللي في المبنى وتقول له أبعدلها رح يطلب منك فلوس وفلوس تقريبا من مليون إلى مليون ومئتين ألف عشان تقدر تحولها من سيارة عادية إلى سيارة أرينا وور أو سيارة حرب يعني أنت تشتري سيارة عادية من الموقع توديها للميكانيكي اللي في المبنى وهو رح يطلب منك فلوس عشان يحول هذه السيارة العادية إلى سيارة حربية طبعا بعد ما تحولها من سيارة عادية إلى حربية تقدر تعدل عليها تعديلات الحرب سكاكين على اليسار سكاكين على اليمين رشاش من تحت من درعة فاس طالع من فوق يعني رح يكون بعد ما تدفع السعر تحولها من سيارة عادية إلى سيارة حربية رح تقدر تعدل عليها تعديلات الأرينا وور نرجع مرة أخرى للموقع والخيار الثالث أو الأيقون الثالثة رح تكون اللي هو السيارات حربية جاهزة مجهزة بدون أي تعديل رح يكون تقريبا موجودة عندك خمسة سيارات جاهزة تقدر تشتريها أو خمسة سيارات حربية أو سيارات عرينا وور جاهزة للجلد بدون ما أنت تعدلها وتدفع عليها فلوس طبعا أسعارها نوعا ما غالية كلها فوق المليونين وانت طالع طيب صالح أنت تقول خمسة سيارات أنا عندي خمسة عشر سيارة هي يا أخوي أصلا خمسة سيارات لكن اللي يختلف فقط اللي هو لون السيارة أو ديزاين السيارة كيف تبغى حربي ولا حديدي ولا تبغى ملون على شكل سيارات جوكر وزي كذا يعني في الأول والأخير هي نفس السيارات لكن اللي يختلف فقط اللي هو لون السيارة أو تصميم السيارة أو الديزاين طبعا روكستار مع التحديث الجديد أضافوا لنا الرانك جديد أو لفل جديد مختلف تماما عن الرانك الأساسي حقنا طبعا هذا الرانك رح يكون مختص بالأشياء الجديدة في التحديث حقنا يعني إذا كنت تبغى مثلا ملابس التحديث أقنعة التحديث الملابس الكاملة للتحديث الأسلحة التعديلات بعض السيارات كلها رح تكون متعلقة بالرانك الجديد عشان توضح لكم أكثر وصل الرانك المعين عشان نفكل لك الشيء المعين اللي تبغى وصل مثلا الرانك خمسة عشان نفكل لك الجاكيت المعين طيب صالح أنا اليوم اشتريتها قدرت اشتريها نعم يا خويي انت تقدر تشتريها لكن رح تشتريها بسعر غالي جدا ومو سعرها الأصلي يعني مثلا سعر القطعة أصلا بـ 25 ألف دولار مثلا سعرها 25 ألف دولار انت رح تشتريها بـ 75 ألف دولار بسبب القفل الوردي هذا عرفت كيف؟ يعني بسبب القفل الوردي هذا انت رح تشتريها تقريبا بضعفين السعر عرفت؟ طيب كيف يا صالح أبعد هذا القفل الوردي بكل بساطة لفل لفل ورح ينفك معاك هذا بسعره الأصلي يعني كل الأشياء اللي رح تشتريها بالقفل رح يكون سعرها مدبل ورح يصلخوك سلخ فعشان تشيل القفل لازم تلفل من وين ألفل يا صالح؟ طبعا لفل الـ AB هذا أو الرانك الجديد ما رح تقدر تلفل به إلا من المهمات الجديدة فقط فعشان تلفل ألعب المهمات الجديدة طبعا أيضا في هذا الرانك رح يكون في جوائز مخفية مخفية وجوائز خاصة لك لما توصل للرانك المعين رح يعطوك الجائزة المعينة وهذه الجوائز عبارة عن سيارات نادرة جدا 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 وما رح يعرفونها إلا أساطير طبعا لما توصل للرانك 20 في الرانك الجديد رح تنفك معاك سيارة اللي هو البلستا منكي لما توصل للرانك 25 رح ينفك معاك سيارة التكسي ورح تكون عندك سيارة التكسي خاصة بيك وعندما توصل للرانك 50 رح يعطونك اللي هو شاحنة الحفر هذه لما توصل للرانك اللي هو 75 رح يعطونك اللي هو شاحنة المهرج لما توصل للرانك 100 رح يعطونك اللي هو شاحنة الزبالة وانتوا بكرامة ولما توصل للرانك 200 رح يعطونك اللي هو شاحنة الجيش لما توصل للرانك 300 رح يعطوك اللي هو سيارة البناء هذه زي ما تشفون في الجيم بلاي لما توصل للرانك 500 رح يعطونك سيارة الفضاء الأسطورية جدا النادرة اللي سابقا أساطير جراند كانوا يبحثون عنها بل أنه بعض الأشخاص كان عندهم هذه السيارة لكن روكستار شالتها فلما توصل للرانك 500 رح تنفك معك هذه السيارة ولما توصل للرانك رقم 1000 رح تنفك معك هذه السيارة الحديدية اللي هو سيارة جزة العشب المهم هذه السيارة زي ما تشوفون في الجيم بلاي طبعا بعض السيارات جدا جدا رهيبة وجدا نادرة وصراحة مرة عجبتني أحد أهم السيارات اللي هو سيارة الفضاء وسيارة اللي هو جزة العشب وشاحنة اللي هو المهرج هذه الثلاثة السيارات جدا جدا رهيبة وجدا نادرة يعني فعلا لكن يا جماعة يبغى لكم تكرفون كرف جدا 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 وتلفلون مرة عشان توصلوا لهذه السيارات. عرفتا كيف? ابعطيك كده زي الاحصائية البسيطة. حلو? عشان توصل للرانك رقم الف لازم تجمع خمسة مليون اي بي. خمسة مليون اي بي عشان توصل للليفل رقم الف. وطبعا لما تفوز في المهمات الجديدة يعطيك فقط مية اي بي. حلو? يعطيك فقط مية اي بي. اذا فست ركز معايا. اذا فست في الجيم رح يعطيك مية اي بي. حلو? يعني عشان نوصل للخمسة مليون عشان نوصل للخمسة مليون اعتمادا على انه كل مباراة افوز فيها يعطيني مية. يعني يبغى لي افوز تقريبا خمسين الف مباراة عشان اوصل للرانك رقم الف. وهذه ممكن شبه مستحيلة انه احد يسويها انه يوصل للرانك رقم الف. عن طريق اللي هو فقط مهمات المهمات الجديدة اللي تعطيني فقط مية. ما ديرش راح تسوي روكستار مستقبلا لكن هذه هي الطريقة الوحيدة اللي نجمع اي بي عن طريق هذه المهمات. وعشان نوصل للرانك الفي بالنا خمسة مليون. هل تستحق التعب? هيل نو. ابدا لا تتعب نفسك. طيب من وين اشيك على الرانك الجديد تقدر تشيك عليه من اللي هو المبنى حقك. وتحديدا عند هذه الصفحة او هذه السبورة تقدر تشيك على الرانك زي ما تشوفوا الرانكي اربعة وراح توجه لخمسة من هنا تقدر تشيك على الرانك. طبعا يا صالح هذا كل التحديث. هذا فقط اللي نزلنا والبقية راح تكون على شكل او على شكل دفعات وراح تكلم عليها ان شاء الله قريبا. طيب كده وصلنا معكم لنهاية المقطع. لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم. لا لا انتو حقيني قراند حبايب قلبي. انتو بوس يا ابو. يلا سلام عليكم. اشتركوا في القناة